في هذا الدرس سوف نكتشف ثلاثة ديالي الحويش ممكن نزيده ذلك script tag لا inline يعني عادية classic ولا ممكن نزيده ذلك defer ولا async كيفاش البروزر يتصرف مع هذه الاتريبيوت وكيفاش البروزر يكون منيكي مع هالسكريبت تلك وكذا هو الوقت ما نكتشف عندنا نكتشفه وحد الفلو ديال كيفاش يتشارج هذا الفيشي وكيف يتشارجه ممكن نخدمه ب async ب defer ولا ب inline نبدأ بعدها ونأخذ خلاصة على كيف يتشارجه في الاشتماع البروزر حسنا لدينا هنا قده HTML عادي ودق وكيف يتشارجه في البروزر لذا نأخذ خلاصة كيف يتشارجه لذا كان هناك شيئا اللي اسمه حمل parsing في الأول لذا كان هناك حمل parsing اللي كان في الاشتماع البروزر اللي سيكون يتشارجه في الاشتماع الاشتماع لدينا line by line by line by line كيف ما كنتشوفه هناك لذا ستعمل تعمل طاق الأولى تانية تالتا ببعا لكي تضيف الـ construction دم وفي أين فوق يجب أن تتشارجه في الاشتماع البروزر هنا تخدمها قليلا لذا ستعملوا تلك الفيش هنا هناك شيئا اللي نسمعه script download دم تخيل الكودات التامية لكم ستكون هناك مع البروزر لذا script tag تكون هناك مع البروزر تقول لك ترى سيفيد ما يمكن أن تأخذها ودونلوديه وكيف يتشارجه لكي تحرر البعض بسيطة كيف يتشارجه لا يتشارجه يتشارج البروزر نقدي لها يعيش البروزر يسألها دقيقة ما يتشارجه هناك أنتقض حالة خلاصة وبعد ذلك سنضرع الديتي حسنا البروزر ودفع البروزر ما يتشارجه في م search ودى بعد يكزيكوت script script تالي شارجه يتشارجه بسيطة بسيطة بعد ذلك يكمل بسيطة في الليلين الآخرية حسنا هذه غير خلاصة دقيقة script tag من أن نضيفها على نفوه حملنا و كيف يدعي الاشتماعي على نفوه على نفوه هذا البرش أولاً ستجدون الآن هؤلاء ثلاثة تجدون أمثل التي سنزيدهم على نفوه script tag و التي ستقدر أن تشغيلنا على نفوه كيفية تنفذ و كيفية تنفذ هذا الفائل مزيد أول واحدة لدينا Unline ما هي نعمل script tag نضيفه cfc نضيفه cfc نضيفه بروزر تقول لي شوف كيف يبدل هذا الفائل من هذا البلاصة cfc نضيفه هذا الإلعي سكريبت ثاني الأسانك قريباً هو لديه نضيفه أغلبه أغلبه الأسانك أغلبه الأسانك الأسانك تحدد أن هذا الـ سيكون مختلفة و لدينا الثالثة الـ الـ نضيفه سوف نضيفه سوف تنفذ لدينا كيفية تنفذ بروزر والمتصفح التي تنفذ تعمل هذا سوف نعودها ولكن يمكن أن نضيفه لدينا سوف نتحدث بروزر أي أغلبها سوف نحن مختلفة بشكل زياد لكي تتحدث هذا أكثر سأقول أحد ما يجب أن أكتففهم بعد يجب أن أكتففهم أن يجب بروزر بـ download and execute أكتفهم أكتفهم ثلاثة تحديث execute في حال تضيف و و إكزيكيوتي حسنا أعطي لكم بعض الهدف هنا سأشعر بكثير سأقول لكم ما يكشفهم في حال في حال ولا نزيدنا هذا كل شيء دعونا نقوم بغيب واحد لذلك لديهم same goal ولكن different flow أو نفس لديهم نفس الهدف وهو تيلي شارجي و إكزيكيوتي من flow في إمتاة تيلي شارجي و إمتاة إكزيكيوتي flow يعني بأحد تسلثول تسلثول في إمتاة تيلي شارج و إمتاة إكزيكيوتي هنا يمكن أن نقوم بأحد تسلث ما بين think ما بين differ و ما بين online وهذا الشيحنا للغول دينا سوف نحاول نفهمه هذا هو الغول دينا سوف نشرح لكم كيف هو أحد تسلث مبيناتكم حسنا سنبدأ الأول لذلك ندكوفر أول واحدة التي هي online و سنرى المتصفح كيف يقوم بعمل نيفو الاشتامر كود دينا مين نشارجيه في وسطه واحد script tag اللي بلأ 5 بلدفر لذلك عادية online classic أول حاجة كتشوفو هنا كي عندي ثلاثة دي labels HTML parsing HTML parsing paused script download و script execution HTML parsing ما سنجموه 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 بلاشتامل HTML parsing paused مين سيحبس parser سنجموه سنجموه script download سنجموه سنجموه و سنجموه 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 حسنا كيف يقوم بعمل browser و javascript engine لكي تجموه كود في حالك و سنجموه سنجموه step by step أول شيء سنجموه parsing سنجموه سنجموه line by line by line ثانية سنجموه 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 كيف تجموه ما سنجموه ما يمكنه حسنا سنجموه سنجموه لأنه لقاء parser على نفو و سنجموه ولكن لا يوجد لذلك سنجموه سنجموه تحتاجه و لا يجب يجب إيجزكوته. Oعظة التالي شارجة حكملات. لم يكن وإيجزكوت المهمة. ليس لجميع موضوع. سوف تقريب التالي شارجة من المكان. ولكن كيف نطرف هذا الفيس؟ كيف نطرف هذه المرحلة الجيء؟ كنا بعض أشحاب المرحلة الحكمة? إذا الجزيز الحبس. غير من هنا ناحية الحكمة. المرحلة المخلص هنا يمكنك ispload, execution, ولكن سهبس. لم ينحن الجزيز الحكمة. إن الجزيز الحكمة حكمة. لا يمكنك التقاليم فى هذه التقاليم وعندما يوجد جافاة سكيرب يعني لا يملك شيء في الدوم سوف تقوم بقية موضوع لذا سوف تضيف مشكلة عندما يكون X يقوم بقية موضوع لكي نأخذ بثوات جنرال لذا تقوم بقية الدوم هنا يوجد ما لا يوجد لأن الشاشة من البارسر سوف تقوم بقية يوجد بقية موضوع ويوجد لا يوجد أقل إحدى الشاشة لذا نكمل بقية الـ Flow نكمل الـ Setup ونرى ما يتراك ومن بعد أن يكمل بارسين للHTML كامل نحن نقوم بسطة من الأول لذلك يبدأ بارسين واحد انفو يلقى سكريبت يتليشارجه انفو يتليشارجه ولكن في المرحلة سوف تبوزك بارسر سوف لا تستطيع بارسر وفي الأخرى يكمل بارسينه لذلك نرى بأن الانلاين هنا فيها واحدة بارسين بارسين يعني بارسر يحبس في مرحلة بارسر يتليشارجه ويتليشارجه وذلك الشيء لماذا تلقى بارسر كانت سيتويب تدخل لهم ويبدأ لك بأنه في حلقة فريزي عندما ترى الفريزيه فهذا كانت فريزيه بأن هذا السكريبت يجب أن تسميه في الدولوده ويتليشارجه سيكمل الارسين للHTML فريزي كان يعني بها بأنه لم يكن هناك فريزيه الكامل في حلقة بلوكة وذلك نسميه بلوكين في حلقة بلوكة في حلقة بلوكة يعني لا يجب أن تستخدم حسنا هنا أخذنا إيدة من الالاين سنقوم بعمل السنك السنك ماذا اضعنا بعد ذلك؟ دعنا هذا السكريبت قدرنا هنا السنك سنقوم بعمل الاتيبيوت سيبدأ بالبروزر سيبدأ تعمل مع السكريبت ليس في حلق قبيلة السنك السنك والطريقة والفلو سيختلف سنرى ماهو سيكون 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 السكريبت ما سيقوم هنا سيكون 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 المشكلة والمشكلة والمشكلة السكريبت سيكون 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 المشكلة سيكون المشكلة المشكلة هنا دعنا المشكلة 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 هنا HTML parsing على الخطوة ونحصل ونحصل المشكلة 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 الذي سيصبح المشكلة سيصبح سيصبح المشكلة الـPause الذي في الـ Align يختلف إنفو إنفو يصل إلى الـ Script Tag سوف يقوم بـ Pause هنا عندما يصل إلى الـ Script Tag لا يقوم بـ Pause لا يقوم بـ Download لا يقوم بـ Telecharges لا يقوم بـ Pause سوف يكون غادي مع الـ Parcer أو Parallel عندما يقوم بـ Pause لكي يكمل الـ Download ويقوم بـ Executor لذلك في Execution عندما نعمل بالـ Async يقوم بـ Pause للـ Parcer و من بعد يكمل الـ Parcer هناك أحد لكي يمكن أن نقوم بها بعض الـ Confusion لا تستطيع أن تشعر بأنها قليلاً مضبّة أرى هذا الـ Parcer الذي تعمل بـ Async يمكن أن يكون غادي مع الـ Script Download ومتـ Executor الـ Script تلك الأعطاب يمكن أن تكون أخرى لا يمكن أن تكون أنا أحاول أن أعطيكم الشيما نورمال الذي كان في الـ General هناك أحد يمكن أن يكون الـ Parcer و الـ Script Download سوف يكون المدة طويلة والـ Execution ستتعطل سوف ترى أحد الأشياء هنا قدرتها بالـ Tab و قدرتها Express ترى هنا في الـ Parts ترى أين حبست؟ حبست في Body لماذا حبست في Body؟ لماذا لا حبست في هذا؟ قدرتها Express لأن هذا الـ HTML Parser سوف تكون بـ Parallel مع الـ Download فقدرتك هذا الفيشي من .js تشارجه الـ Download في هذا الـ LATAP و الـ HTML Parser سوف تحدث لذلك تستطيع أن تكون في هذا الـ LATAP تستطيع أن تكون في هذا الـ LATAP هذا الأسانك هذا هو الإختلاف بدأت منه لذلك تستطيع أن تكون في هذا الـ LATAP على حساب الجهاز ومعه يعني اللوجيك اللي فيه الحساب سيأخذ في الدونلود الحساب فين سيوقف أن يبدأ HTML parser هنا هنا ما هو الحساب إنما تتلاشر الفيشي عقله عليه إنما تتلاشر حتى تكون لديك تتلاشر 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 إذا كان في أي مكان لا يوجد مشكلة ثم تكمل الأشياء مع هذا حسنا جيد نرى هذا تتلاشر 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 في الأول يصل إلى تتلاشر تتلاشر مع و لكن كانت خاصة الخاصة التي تتلاشر تقول مع مع البوزة في حلقة تتلاشر تقول أن تتلاشر تتلاشر لا تتلاشر يحب تتلاشر الكامل و تتلاشر تتلاشر لك الExecution وهذا ما نقول Defer Defer الword والكلمة تتلاشر 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 لك نتتلاشر لا يمكنك التنزل لذلك ما يعمل بارس كيف سأقوم بها أنا لنسيت سأقوم بها لذلك أنا لنسيت البرسر مع الـ Download سأقوم بارالل و أخير من الـ Download لا ترى الـ Async Async قلنا يقوم بـ Download تـ Execute هنا و أخير من الـ Download قلت لها لا أخوة أجليها هذه الـ Execution لها الـ Script تتعلم من بعد نعم من بعد هذه الـ Script Execution و تأجليها كيف ما قلنا Deferring it Deferring something يعني أجلنا الـ Execution لها الـ Script تتعلم من بعد لذلك تتعلم من الـ Desktop حسنًا لذلك هنا ما لدي سأقوم بـ 3 لكي نرى أوجه الاختلاف ما بينهم هذه لدينا Inline لذلك نشارجه Script Tag بـ Attributes لدينا Async نخدمه بالـ Async Attributes وهنا هنا الـ Defer لذلك نزيد الـ Defer Attributes ترى أن أوجه الاختلاف ما بينهم بأن هنا في الـ Online هنا واحد الـ Pause لها في الـ Process لأنه يجب أن يدوم في شيء ويجب أن يكمل الـ Process لذلك هذا الذي كان لدينا وحده هنا يجب أن أخبر شيئا هنا سيكون مشكلة ولكن إذا أخبر شيئا على نفسه سيكون مشكلة ما يقول لك يقول لنديمة يجب أن تضع ه لكي لا يرى مشكلة لا يجب شيئا على ما يغير هذه هي Flow هو Flow أو والـ ومالا ومالا كيف لا ترون مالا للـ ومالا ومالا هو TeleCharge وExecute هي TeleCharge وExecute هذا هل رأيت position هنا و TeleCharge وExecute رأيت ه هنا و TeleCharge وExecute رأيت هذا هو لا يوجد لا يوجد هذا هو هو الـ flow ديالهم وطريقة تسلسول ديالهم اللي ما احتاجه لفه دونك هنا أتنك كي بشي الـ parser en parallel مع الـ download ديال الفايل وديال الفيشو وديال الـ script اللي عدنا من بعد كي بوزي الـ parser من كتدوس الـ execution من بعد هادك الـ parser جيكما اوكي دونك انفو تيوصل لك script تاك يلونسي الـ download دياله يخلي الـ parser غادي من انفو كي يـ download the script اوكي يـ execute يحبس الـ parser عاد يكمل الـ parsing في الـ deferb يوجد الـ download يعني يوجد الـ download يوجد الـ fetching ديالك الفيشيك يكون الـ parallel مع الـ parser غير هو كي نوع من الـ condition هنا كتقول الـ browser اجل الـ execution تتكمل اجتمل الـ parsing كامل هنا ستكون وضحت لكم صورة وأوجه الخلاف مبيناته ماذا أريدكم تعقله عليه ديام عقله كي بحديك script الـ goal و الهدف هو الـ execute من كنزيد الـ defer أو الـ async الـ flow تبدل الهدف كي يبقى هو telecharge execute تسلسل تبدل أي كنشوفه في كل واحدة عندها واحدة خاصة عرق نكتشفه هنا امتى نقدر نخدمه بشيء وحدة فيه ماذا عندي هنا عندي script tag اللي هي اللي هي اللي هي وعندي وحدة فيها وعدي وحدة فيها async عاما بدروب اللولة اللي فيها async فيها async انا قادرنا نخدمه بها إلى ما كانت كتحتاج أي script ماذا كان عني لو قدرت هنا rely on scripts لا ما خصتش تكون كتحتاج إذا قدرت ما خصتش تكون كتحتاج ما خصتش تكون فلانك عندك وحدة لحاجة وحدة لتحتاج اخلها async ستكريلك المشكلة لأن async فيها ما يوجد شخص وما فيها حصول ما كانت ما يوجد لها تسيق ما يوجد وطعم المنزل تسيق ما كان من المنزل لذلك ما يوجد انصلي الاسync على المنزل ما يوجد إذا كان لديه شيء لأن الاسنك الأفوانتاج لها performance ما كان يعني بلا performance لذلك لم تكن تستميلاً لديك فارسة كاملة تستطيع تنبليه تستطيع تنبليه الفائل لا وفي الوقت سنبليه إذا كان لديك إستطيع سكريبته سوف أتكلم له مشكلة خاصية هنا نعم باسنك بعد أولاً إذا لم تكن لديك إستطيع سكريبته واحد الجوش إذا كان الكود إذا كان الكود لديك جيدًا تعمل بـ 5 سوف يكون قليلاً قليلاً حسناً الثانية defer نخدمه بالـ Attributes Defer إلى أولاً هذا الـ Script يحتاج إلى الـ Script إذا كان مثلاً لأنه كيف قلنا Execution كتبقات الأخرى تخيل معين أنت بغير أن تنبولي بـ 1 الـ Script وكذلك وكذلك سوف تقوم بـ الـ Order الذي ستضعه وكذلك سوف يعمل مع الأقل سوف يعمل بـ 1 الـ Functional التي سوف يعمل سوف يجعل الـ Execution إذا كان لديك إذا كان لديك تحتى الـ Script وكذلك سوف تستطيع أن تعمل سوف نبقى وكذلك 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 سوف يعمل بـ Defer كيف يبقى وكذلك وكذلك إذا كانت سوف أحاولت هنا نجمع لكم أحد الأمام سوف نحن سوف نحن أن تعمل بـ Defer أو أخرى أحاولت أن تعمل أحد الأخل بعد إذا لم يكن مدولار تستطيع أن تعمل بـ Defer سوف نرى أم تستطيع أن نعمل بهذه العادية لذلك الـ Online كان لديك حالة إذا كان لديك صغير لذلك لذلك ليس كبير لذلك لأنه لا تحتاج إلى المدة كبيرة سوف تستطيع أن تعمل بالـ Online وكذلك خاصة إذا كان لديك Javascript اللي هو وكذلك 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 لا تريد أن تشارج كامل بالـ Online وكذلك أريد أن تربح كيف وكذلك 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 ما سوف تعمل؟ سوف تعمل 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 تحت من تعمل لماذا؟ لأن تعمل وكذلك 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 هنا أعطيتكم غيبات الأمثيلة وكذلك فالدرس اللي جاء سوف نحاول نأخذها ونحاول كبير ونرى ونرى لذلك أخذينا الشامل اللي بريدكم تعقلوا له هي هذه اللي بريدكم ودفر الليين كيف يبدأ من من فتحين ونرى 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 من الاسنق يبدأ سوف يخبر ونرى 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 موضوع ونرى 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 وليس ونرى ونرى خلال لك سوف نعرف ممكن ايه البارسين تيكمل وفي الدفر كيبدأ البارسين من فوق يلقى فيه شي كيبشي هون باراليل مع البارسر ولكن تيجي الاكزيكيوشن تلخها تانكس فورواشن ديس فيديو ايه اللي تفرجو في تالفيديو غنعافو مكملوه اكشي بلي هابي كودين في الكومنت غنعافو بأنه تفرجو الفيديو كامل تانكيو